عجبني يا أولي الأستاذ محسن جابل أنا بعتبره والدي ومكتشفني ويعني دعم معايا كتير 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 وكان أكتر واحد بيدفع على عمر مصطفى يعني حد يقرب لعمر مصطفى ده يعني يقرب لابنه حينه فبالنسبالي هو كان يعني كان ممكن يرفع سماعة تلفون ويقول لي ولا ما تعملش كده بس أنا بقبل منه أي حاجة فما قالش كده طيب المهرجانات جت وسائدة على السوق كله وما فيش حد عارف يسيطر عليها وأنا لي حقوق أدبية المطربة ما بيطلع يغني ما بيقولش عمر مصطفى ألحان عمر مصطفى أي قناة ما بتكتبش ألحان عمر مصطفى فبالتالي أما حدي بيشوفني في الشارع يقول لي إيه ده هو أنت اللي عمل دي؟ يعني لسه كنت مع الأستاذ السيد علي قال لي هو أنت اللي عمل طوبة فقطوبة هو أنت اللي عمل ده؟ طبعا الحق الأدبي متدمر فأول ما الأستاذ محسن قال لك الحق الأدبي قلت له بس أنا رمي الطعم عشان أختبر كل الطعم جيه وروحت منزل الطعم عشان عارف أجيب حقوقي لأني مش عارف أشتغل وأنا نفسيتي بايزة لا في تقدير فني مطربينك كلهم بيغنوا الأغاني من غير ما حد يقول اسمك هتقع بقى تشرح للناس أنت دلوقتي تقدر تمنع الأغنية من اليوتيوب مجرد أن أنت معاك الحقوق حتى مش عارف تنشرها عشان تقول ده عملك بس عمر مصطفى ملء السمع والبصر عمر مصطفى يعرف في جيب حقه بس في ألف عمر مصطفى ما عرفوش يجيبه حقه فأنا النهاردة بتكلم أنا عملت ليه ده؟ طيب المطرب النهاردة لو طلع أغاني في حفلة وما قالش اسمي مش ده عيب؟ لا مش عيب يا عمر عادي ما كلنا حفلات كتيرة والأغاني كتيرة وبتاعه طيب أنا ما أخد صوته مش عيب ليه؟ مش ده حق أدبي؟ قول اسمي ماخدش صوتك مش هتقول اسمي هاخد صوتك وإنت استبحت حق الأدبي هستبيح حقك الأدبي أدبي واحد ماشي تمام؟ خلاص، أنت هترسي قانون أو هترسي عرف قول اسمي هقول اسمك وغير كده أنا مش بقول اسمك أنا مش هاخد صوتك وانا بكتب لك إن ده صناعي ما هو ما فيش قانون أصلاً يعني حداك يكتب كده دلوقتي تلعى الأستاذ حسام لطفي بيقول بصمة الصوت اكتب كده على الإنترنت حالاً دلوقتي هل يوجد حقوق ملكية فكرية لبصمة الصوت في أي حتة في العالم؟ فيش الصوت هو مرتبط بالكلمة واللحنة وإحنا دلوقتي عندنا مشكلة مفيش عدل النهاردة كل يوم بيحصل المؤلف تكنولوجيا جديدة تدخل ملايين والمؤلف ماضي يعني أنا النهاردة كن باقي على جنيه بخمسة جنيه ألاقي فجأة المطرب عمال بيغني والمنتج عمال بيحصد فلوس والمبدع سفر يبقى هنا بدمر المبدع يبقى تدمير المبدع عشان كده زمان أما كان الفن صوت الفن مع محمد عبد الوهاب وعبد الحليم وصوت القاهرة مع محمد فوزي كان في فن أما الموضوع بقى مستثمر خلاص انسى انسى مش موجود لأنه هو متحكم في الكونتنت بتاعك ومتحكم في عنص المبدع المبدع هيبدع مرة